12 شهر مروا على ذكرى السابع من أكتوبر ذكرى بداية المدبحة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة ذكرى راح ضحيتها أكتر من 41 ألف شهيد و95 ألف جريح من 2 مليون نسمة عام مر على العضوان الإسرائيلي في قطاع غزة كيف أصبح واقع الحياة على الأرض كيف أصبحت غزة وكيف أصبحت بنيتها التحتية ومؤسستها كلام في المجتمع الفلسطيني في صلب المجتمع في واقع الحياة في البطالة والوظائف في النساء والأطفال في الجانب الإنساني من القطاع بصحبتنا الدكتور محمد أبو سمرى القيادة والمفكر والمؤرخ الفلسطيني وأيضا رئيس تهار الاستقلال الفلسطيني ليحدثنا عن كل جوانب الحياة في هذا القطاع المدمر بعد عام من العضوان أهلا بحركة فتاة أهلا بك كلام في البداية بلغة الأرقام الأرقام كاشفة وصادمة نقترب من 100 ألف مصاب نتكلم في 41 ألف شهيد بعد مرور عام على الأدوان كيف أصبحت الحياة في غزة الآن كيف أصبحت بنيتها التحتية وكيف أصبحت مبنيها وأهلها يعني في ظل هذا العضوان هو أولا دعني أصحح قليلا يعني ربما الأرقام التي تعلن هي أرقام غير دقيقة عن الشهداء والجرحة والأسرة والمفقودين نتيجة عدم وجود جهة حاكمة في القطاع يعني انهارت كل مؤسسات الحكم في قطاع غزة وبالتالي لم تعد أية أرقام تعلن أرقام دقيقة ولا حتى قريبة من الدقة الأعداد الشهداء الموثقة أو القريبة من التوثيق يعني بناء على معطيات عديدة وأكد أنها تجاوزت 300 ألف شهيد وليس 40 ألف شهيد هذا أولا عدد الجرحة اقترب من 500 ألف جريح وبالتالي نحن نتحدث الأرقام المعلنة من مزار سعر فلسطينيين الأرقام المعلنة أرقام غير دقيقة بالمطلق لم تعد هناك هيئات حاكمة في قطاع غزة لم تعد هناك وزارة صحة قائمة أو قادرة أن تقوم على توثيق كل حالات القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الصحيح ضد أبناء الشعبين هذه أرقام توثق فقط ما يصل إلى بقايا المستشفيات في قطاع غزة طبعا البنية التحتية للمستشفيات كلها البنية التحتية للمنظومة الصحية تم تدميرها بشكل كامل بعض الأرقام لست في عدد المفقودين لا أتحدث عن المفقودين دعيني أوضح الأرقام التي تعلن هي من بقايا وزارة الصحة الموجودة في قطاع غزة لأن حتى وزارة الصحة لم تعد قائمة وهي تتحدث عن أرقام جثث الشهداء التي تصل إلى ما تبقى من المستشفيات يعني إذا استشد شهيد وتم نقله إلى المستشفى يوثق اسم الشهيد ورقم الشهيد وبالتالي يضاف إلى الأرقام التي تتحدث عن 40 ألف أو أكثر من ذلك قليلا إنما هناك ليس عشرات آلاف الشهداء إنما مئات آلاف الشهداء نتحدث عن 300 ألف شهيد أو أكثر قليلا يدفنوا إما دون التمكن من نقلهم إلى المستشفيات أو ما زالوا تحت الأنقاض أو مفقدين أو ممن أعدمتهم قوات الاحتلال الصهيوني دون أن تعلن عن ذلك يعني أضرب مثلا قبل عدة أيام كان هناك حالة من المحاولات الاقتحام الفلسطينية الشعبية للعودة إلى شمال قطاع غزة من مناطق الجنوب يعني أولئك النازحون الذين كانوا أصلا من مدينة غزة وشمالها وأرغموا تحت ضغط العدوان بالنزوح جنوبا حاولوا قبل 30 أيام يعني دعني أحدد بالتزامن مع الهجوم الصاروخ الإيراني على فلسطين المحتلة نتيجة أنه طبعا يعني بتزامن مع الهجوم الصاروخي الصابق تمكن المئات من الفلسطينيين من العودة إلى شمال القطاع نتيجة إخلاق قوات الاحتلال لموقع نتسريم لكن هذه المرة طبعا كان العدو الصوجين متيقذا ومتنبها وبالتالي قام بإجراءات احتياطية وتوقع أن يحاول النازحون الذهاب إلى الشمال أو العودة إلى الشمال وبالتالي عندما حاول قام بقتل ما لا يقل عن أن أعلن شعبيا يعني الناس تحدثوا عن ذلك عن قتل ما لا يقل عن 120 شهيدا فلسطينيين يعني إعدام ميداني طبعا هؤلاء قام بإعدامهم وصرق الجثامينهم هذا مثال هناك طبعا محاولات فردية يعني في نفس سياق المثال محاولات فردية لتجاوز موقع نتسريم موقع ضخم جدا يعني الموقع طوله 12 كيلو متر وعرضه 7 كيلو متر وتقريبا يعني تزداد مساحته تقريبا يعني الإجمالية لأنه طبعا في مناطق يزداد الطول والعرض فيها عن 52 كيلو متر مربع يعني قلت سرقة الجثامين ده علشان قصة نقل الأعضاء والكلام ده ليس فقط ذلك هو طبعا هناك محاولات فردية للتسلل للعودة للشمال فيقوم طبعا العدو الصهيوني باعتقال هؤلاء النازحين وإعدامهم بطرق في غاية الوحشية ويقوم أحيانا بدفنهم بالجرفات وغير ذلك يعني تحت تلال الرمال طبعا هو العدو في موضوع الجثامين الشهداء يعني سرقة الجثامين من داخل المقابر أو بعد إعدامهم ميدانيا داخل قطاع وحتى في الضفة الغربية أيضا يقوم من أجل بالفعل هو سرقة الأعضاء أولا وسرقة جلود الشهداء ومحاولة المقايضة يعني مقايضة المقاومة الفلسطينية والقيضة الفلسطينية في مسألة المفاوضات يعني لدينا مثلا جثامين ألف شهيد عشرة ألف شهيد ويردون مقايضتهم ب يعني الأسرة الصهينة أو بيء جثامين الأسرة الصهينة لدى المقاومة فنعود لموضوع الأرقام الأرقام مخيفة أنت تتحدث عن عام كامل من العدوان هذا العام الكامل من العدوان مجموع ما ألقي من متفجرات على قطاع غزة خلال العام يزيد عن 12 قمبلة نووية يعني لو جمعنا كل كمية المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة يزيد كثيرا على حجم 12 قمبلة نووية من التي ألقيت على هيروشيما وبالتالي أنت تتحدث عن كمية ضمار وعن كمية متفجرات هائلة لم يسبق لبقعة جغرافية أكبر من قطاع غزة بمئات المرات أن تتعرض لها خلال مدة عام وبالتالي هناك عدد هائل من الشهداء المعروفين وغير المعروفين هناك ما زال عشرات ألاف الشهداء تحت الأنقاض لم يتمكن ذوي الشهداء من انتشارهم وأنا شخصيا لدي حتى اللحظة أقارب وأصدقاء وجيران ما زالوا تحت الأنقاض يعني على مدى العام بأكمله أيضا هناك شهداء مفقودين بمعنى أنه إما أن قتلهم العدو أو قتلهم داخل قطاع أو قتلهم وصرق جثامينهم وبالتالي أن نحن نتحدث عن أرقام مخيفة على مستوى القطاع القطاع سكانه مليوني ونصف نسمة هناك نتحدث نحن عن رقم مليون ضحية موزعة ما بين شهيد وجريح ومفقود وأسير يعني هذا رقم بالتأكيد رقم مخيف ومرعب رقم ربما لا تتنبأ له الكثير من المؤسسات الحقوقية لكن نحن أمام أكبر مأساة يعني إنسانية شهدها التاريخ ويعرفها العالم يعني تدمير ليس فقط تدمير البنية التحتية لقطاع غزة طبعا بالتأكيد 100% من البنية التحتية دمرت في قطاع غزة أيضا عن البنية الديمغرافية في قطاع غزة المساحات الزراعية دمرت بشكل كامل الصالح للزراعة هذه الأسلحة طبعا معظم الأسلحة التي يستخدمها العدو الصهيوني أو جميعها هي محرمة دوليا وهي تقتل يعني تقتل البكتيريا النافعة والبكتيريا الضرة وتقتل كل يعني مكونات الحياة البشرية والإنسانية والحيوانية يعني الحيوية وبالتالي وأيضا يعني تقتل كل شيء له علاقة بالبيئة وبالتالي نحن نتحدث عن يعني عشرات السنين الحاجة لعشرات السنين ليس فقط لعادة إعمار قطاع غزة لعادة تهيل يعني منظومة الحياة الحياة البئية والحياة الإنسانية والحياة الحيوانية وغير ذلك كل شيء في قطاع غزة أصبح غير صارح للحياة استطاع العدو الصهيوني المجرم النازي أن يحول القطاع إلى بقعة غير قابلة للحياة وليس فقط طاردة للحياة وبداية الحرب كان يريد من قطاع غزة أن يحولها إلى بيئة إلى منطقة جغرافية طاردة للحياة وأصبح الآن أصبح قطاع غزة بيئة غير قابلة للحياة أنت تتحدث عن فقدان لمصادر الطاقة فقدان للوقود فقدان لمياه الشرب فقدان لمياه الخدمة فقدان للمواد الزراعية أن تتحدث عن مجاعة في قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا يعني منذ الشهر الثاني أو الشهر الأول حتى للعدوان وقطاع غزة أصبح يعاني من مجاعة تخيل أنه على مدار عام الناس يفتقدون الأكل والشراب والدواء والمياه الصالحة للشرب والمياه الصالحة للخدمة ويفتقدون الحد الأدنى من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ومقاومات الحياة تخيل أن المرحاض الواحد على سبيل المثال في أماكن النزوح يستعمله أكثر من ألف شخص يعني أنت تتحدث عن شيء لا يحتمله العقل هناك مأساة اجتماعية مأساة إنسانية مأساة حياتية هناك فقدان للأمل فقدان للحاضر والمستقبل في ظل هذا الصمت خليني أقول من المجتمع الدولي الأوروبي بالتحديد وبعد خليني أقول ما العالم كله شاف نفاق ديمقراطية اللي بيدعو لها المجتمع الأوروبي كيف ترى هذا؟ كيف ترى الصمت الدولي خليني أقول من جانب الدول الأوروبية بحق هذا العضوان وهما من يدعون بحقوق الإنسان بالديمقراطية بكل هذه المصطلحات الكاذبة يعني حضرتك قلتي الكاذبة هو الغرب وأمريكا طبعا على رأس هذا الغرب هو بالتأكيد يعني هم مؤسسون على منظومة من الأكاذيب والإدعاءات والمزاعم والأوهام وهي مجتمعات ودول وكينات تعيش بلا قيم هي تهتم بإشاعة الفساد والضمار لدى البشرية الشدود الجنسي والجندرما وغير ذلك من المصطلحات والأنماط التي يعني تعوفها نفس الإنسان وبالتالي هم عندما يتحدثون عن حقوق الإنسان هم يتحدثون عن حقوق الإنسان الأوروبي حقوق الإنسان الأمريكي حقوق الإنسان الإسرائيلي وليس حقوق الإنسان العربي وحقوق الإنسان المسلم وحقوق الإنسان الفلسطيني يعني نحن الآن أمام مأساتين متوازيتين مأسات الشعب الفلسطيني ومأسات الشعب اللبناني ما فعله العدو الصهيوني المدعوم كليا من أمريكا والغرب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي فلسطين المحتلة بأكملها الآن يفعله في بيروت وفي لبنان وفي كل شبل من لبنان يعني اليوم مثلا أخرج العدو الصهيون عدة مستشفيات في بيروت عن الخدمة تماما كما يفعل في قطاع غزة هو نفس السيناريو يقوم بتنفيذه في لبنان ولكن بطريقة أكثر سرعة يعني أكثر دراماتيكية وأكثر سرعة وبالتالي هو الحقيقة يعني كل ما يفعله العدو الصهيون المدعوم كليا من أمريكا والغرب هو مساس بحقوق الإنسان لكن خليني أقول حاجة أنه رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو طالب بحضر تصدير الأسلحة لإسرائيل هل هذا يعد صحوة خليني أقول من مجتمع الدولي لا ليست صحوة هو توزيع أدوار يعني في النهاية فرنسا هي داعمة كليا للعدو الصهيوني وحتى نستعيد التاريخ قليلا الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استعملها العدو الصهيوني عام 1948 كانت طائرات فرنسية يعني حتى يعني طبعا كان الأغلب منها طائرات فرنسية أكثر من 90% كانت طائرات فرنسية والدعم اللوجستي كان دعما فرنسيا عدا عن طبعا الدعم البريطاني الدعم الأمريكا الدعم الغيربي ولكن نتحدث عن الطيران الجوي الذي كان يقصد أهلنا أكبر جالية يهودية أوروبا موجودة في فرنسا نعم أكبر جالية بالفعل يهودية موجودة في أوروبا موجودة بفرنسا هذا أولا ثانيا الموضوع يعني هو طبعا في نوع من يعني دعيني أقول أنا نوع من يعني الحراك الفرنسي المنافس بطريقة أو بأخرى للحراك الأمريكي أو للأداء الأمريكي فرنسا تتأذى مصالحها الآن في سوريا وفي لبنان وطبعا معروف تاريخيا أن لبنان يعني منطقة نفوذ فرنسية وبالتالي يعني الكثير في داخل لبنان من يرتبطون يعني بعلاقات وطيضة مع فرنسا وفرنسا يعني لها مصالح كبيرة في لبنان الآن هذه المصالح تتضرر بشكل كبير والنفوذ الفرنسي داخل لبنان وشرق المتوسط يتأثر من خلال عدوان الإسرائيلي المدعوم كليا أيضا من الولايات المتحدة وبالتالي هي محاولة لإيجاد دور فرنسي مائي في ظل هذا الانشغال الهائل فيما تعلق سواء على المستوى الأمريكي والغربي والدولي فيما تعلق بالملف الفلسطيني واللبناني يعني القصة ليست قصة تصريحات عفوا يعني ليست قصة مواقف هي القصة قصة فعل نحن الآن نقتل وندبح بالسلاح الأمريكي والسلاح الغربي عدد كبير جدا من الطائرات الاستطلاع الموجودة التي تحلق في أجواء قطاع غزة وأيضا في أجواء لبنان هي طائرات غربية وطائرات أوروبية وطائرات بريطانية ومن ضمنها للعلم طائرات فرنسية يعني هناك حاملة طائرات فرنسية موجودة في شرق المتوسط ماذا تفعل هذه الحاملة؟ والحاملة الطائرات الوحيدة أعتقد يعني وبالتالي هناك نوع من أنواع توزيع الأدوار بين الدول الغرب الموقف في غزة وفي فلسطين وفي لبنان يعني الآن الحقيقة هو دمنا واحد الآن يعني في الدم الذي يسيل في مواجهة العدوان سواء الدم الفلسطيني أو الدم اللبناني أو حتى الدم السوري لأن هناك طبعا عدوان إسرائيلي شبه دائم على الشقيقة السورية هو دم عربي ودم إسلامي ودم واحد في مواجهة الطغيان وهذه الحرب عفواني حتى نضع النقاط على الحروف ربما يعتقد البعض أو يتوهم البعض أن هذه حرب إسرائيلية مدعومة من أمريكا أو مدعومة من الغرب فقط الحقيقة هي حرب أمريكية أنجلوسكسونية تنفذها دولة الاحتلال الغاشم دولة الفاشية الصهيونية الولايات المتحدة ليست فقط داعمة للعدو الصهيوني هي العدو الصهيوني دون ما تقدمه له الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب لا يمكن أن يستمر ساعة واحدة لا في العدوان ولا حتى على قيد الحياة وشفنا الاختراق الذي حصل في 7 أكتوبر يمكن الفشل الزيعي التي تعرضت له حكومة ناتنياهو في هذا اليوم وكمان إسقاط المصدقية التمى لهذه الحكومة لدى الشارع حتى الإسرائيلي بعد ما حدث في 7 أكتوبر يعني شوفي هو إحنا طبعا يعني نتحدث طالما نتحدث عن أكتوبر دعيني بداية يعني ونحن نعيش أجواء أكتوبر المجيدة أن نهنئ الشعب المصري الشقيق ونهنئ أنفسنا كفلسطينيين وعربي الذكرى الحادي والخمسين لحرب أكتوبر المجيدة التي كسرت كذوبة التفوق الصهيوني العسكري وكذوبة الجيش الذي لا يقهر وبالتأكيد ما تكرر بعد خمسين عاما من حرب أكتوبر بشكل أو بآخر هو كسر لمنظومة الردع الإسرائيلية أيا كانت التفسيرات ربما هناك قراءات معينة لما حدث في يوم السابع من أكتوبر قد يتفق معها الإنسان أو يختلف معها أنا شخصيا لي قراءة معينة لكن الحقيقة نحن نعتبر أن مقاومة الاحتلال بأي شكل من الأشكال هي مقاومة مشروعة أنا أتحدث عن المقاومة الشاملة بدءا بالمقاومة الشعبية وانتهاءا بالمقاومة العسكرية ولكن عبء مقاومة الاحتلال الصيوني يجب أن لا تتوقف على الشعب الفلسطيني المظلوم وحده ولا حتى على الشعب اللبناني ولا على الشعب السوري ولا على اليمنيين هي واجب على كل عربي ومسلم صحيح فلسطين هي قضية كل العرب والمسلمين حقيقة ليس طبعا مطلوبا من كل العرب والمسلمين أن يحملوا السلاح ضد العدو الصيوني أو يحملوا السلاح ضد المؤامرة التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني مرة لا تستهدف فقط الشعب الفلسطيني إنما لكل شعب ولكل دولة لها دورها ونحن بالتأكيد طالما نتحدث عن ذكرى الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد نتحدث أيضا عن الدور المصري المشرف في دعم القضية الفلسطينية وفي تقديم التضحيات الهائلة من قبل الشعب المصري والجيش المصري والقيادة المصرية من أجل فلسطين سنتحدث عن قصة مسعدة بتفصيل لكن دعوني أروح لحتة تانية 7 أكتوبر ذهب نتنياهو إلى الحرب من أجل استعادة الأسرى المخطفين لم يحقق هذا الهدف وذهب بلا رجعة فتح كل الأبواب داخل إلى غزة واقتحم الضفة وضرب الجنوب اللبناني وضرب العراق وضرب اليمن ويبدو أن الأمور أيضا أخذها في تصعب ضرب إيران حتى يرد هذه الضرب التي وجهت له ماذا يريد نتنياهو وتعتقد أن الحرب ستفضي إلى إيه يعني بعد أن فتح كفت هذه الجبهات أمامه يعني أولا يعني دون ما شك يعني أيا كانت القراءة للسابع من أكتوبر السابع من أكتوبر ضربة في العمق منظومة الرادع الإسرائيلية تكررت يعني عمليات ضرب منظومة الرادع الإسرائيلية من خلال ما قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان من عمليات إسناد بدأت يوم الثامن من أكتوبر للمقاومة فلسطين أيضا تكرار ضرب منظومة الرادع طبعا العنوان الأساس لما فعلوا نتنياهو العنوان الأساس يعني لنتنياهو ولقت العدو المجرمين فيما فعلوه ويفعلونه محاولة استعادة منظومة الرادع الإسرائيلية على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي تزامن ذلك طبعا مع عدوان شبه دائم على لبنان على سوريا أيضا على اليمن قبل أيام في تطور نوعي وخطير ضرب العدو الطيران الحرب الصهيوني أهدافا على الحدود العراقية السورية هناك تلويح من أكثر من مسؤول وأكثر من إعلامي وأكثر من محلل وخبير صهيوني بأنه ما حدث في غزة وما يحدث في لبنان يمكن أن يقوم به الجيش العدو بسهولة في الأردن وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من البلان بالتأكيد نتنياهو وحكومة الفاشية يريدان السعي للذهاب لحرب إقليمية موسعة وإن كان بالإمكان أن يكون أكبر من حرب إقليمية هذا بالتأكيد سيكون هدف وهدف رئيس اليوم يتحدث القطعان المستوطنين وجمعيات الاستطان الصهيونية عن عودة الاستطان في قطاع غزة ثم بدأوا يتحدثون عن الاستطان في لبنان ومن أراد أن يشتري له بيتا في جبل لبنان وأن يقيم له مصيفا في جبل لبنان وغير ذلك يتحدثون ليل نهار في وسائل إعلامهم ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا الصيونية عن دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات بدأوا يروجون بشكل منهج ومقصود خرائط تنشر هنا وهناك وحتى في بعض وسائل الإعلام الغربية والأمريكية بعض الكتاب يتحدثون طبعا اليهود المرتبطين في مشروع الصيوني الاستعماري المشروع الصيوني الأنجلوسكسوني يتحدثون عن التوسع الإسرائيلي في كافة الاتجاهات ترامب المرشح الرئاسي تحدث عن أن حدود إسرائيل الحالية هي صغيرة وبالتالي يجب على جرانها العرب أن يكونوا كراماء ويمنحونها ومزيدا من الجغرافية لكي تتمدد وتوسع يعني هناك طبعا مفهوم ومعروف أن ترامب يمثل الكنيسة الإنجليكية وبالتالي هي جزء من العقيدة وهي أيضا جزء من المشروع الاستعماري التوسع الأنجلوسكسوني وبالتالي نحن نتحدث عن مشروع استعماري يعني بدأت ملامحه تتضح وبدأ يعني يظهر مخالب الواقع وهذا شرق الأوسط الجديد الذي كانوا يدعون له من زمان الشرق الأوسط الجديد هي إسرائيل الكبرى في رأيه عايزة أتكلم مع حضرتك عن كنت لسه بتحكي دلوقتي أنه إحنا كعرب دمنا واحد وحضرتك تكلمت على الدم السوري اللبناني الفلسطيني العراقي وكمان المصري أكيد شفنا يمكن مش بس الجهود المصرية في دعم القضايا الفلسطينية بتوفير قوافل وغيره لكن كمان الشعب المصري قد إيه كان واقف مع الشعب الفلسطيني زيادة الوعي عن القضايا الفلسطينية على السوشيال ميديا شفناها بشكل كبير قوي من الشعب الفلسطيني والجود المصري الدبلوماسية كمان في توصيل الصوت الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وغيره وغيره قراءتك لهذا المشهد كان إيه لا بالتأكيد الحقيقة الموقف المصري على المستوى الرسمي على مستوى يعني موقف فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى الحكومة المصرية على مستوى الأجهزة السيادية المصرية على مستوى الشعب المصري الشقيق الحقيقة موقف مشرف ونحن نظرتنا كفلسطينيين أولا كعرب ثانيا كمسلمين ثالثا إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه زعيم قومي عربي بقدر ما هو زعيم مصري وطني وننظر إليه وإلى جهودي باحترام شديد ويعني كل مواقف وحقيقة أن تعبر عن نفس وذات المواقف الفلسطينية ونفس وذات المواقف والمطالب الفلسطينية ودعم بشكل كبير وكامل لكل المطالب الفلسطينية المشروعة وطبعا في مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 أيضا التدخل المصري الدائم من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك تسيير قوافل المساعدات إلى قطاع غزة التي تبقى مستمرة حتى تقام العدو الصيوني باحتلال المعبر رفح قبل عدة أشهر وللحقيقة والتاريخ أن أكثر من 87% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ومساعدات مصرية وهذه مسألة مهمة حجم التعاطف الشعبي المصري مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية نلمسها في كل مكان الأعلام الفلسطينية المرسومة على العربيات في شوارع مصر المقاطعة التي نشاهدها في الماركتات والمحلات من أصغر طفل إلى أكبر رجل تلمسينها بكل سهولة إذا ما تم الحديث في أي مكان الحقيقة تجد الكل المصري يتقدم مدافعا عن فلسطين وعن غزة ومتضامنا الحقيقة موقف بالتأكيد موقف مشرف وبالمناسبة حتى بالتزامن مع ذلك ما تقوم به المؤسسات الخيرية المصرية نحو أهلنا النازحين في مصر النازحين من قطاع غزة الحقيقة هو دور أيضا مشرف هذه المؤسسات تقوم بدورين مزدوجين دور باتجاه الداخل الفلسطيني اتجاه أهلنا في قطاع غزة ودور أيضا اتجاه دعم النازحين والمرضى وعائلاتهم الموجودين في مصر بالتأكيد أتحدث أيضا عن دور وزارة الصحة المصرية وهيئات الإغاثة المصرية الرسمية والأهلية وشبه الرسمية عن دورها المشرف والرائع في اجتغال الجرحة الفلسطينية في معالجة المرضى والجرحة الفلسطينيين وإخلائهم من قطاع غزة وإحضارهم إلى المستشفى المصرية جميعهم طبعا يعالجون على نفقة الدولة المصرية بالتأكيد دور نقدره لمصر يعني رئيسا وحكومة وشعبات هيفضل الدم العربي واحد وحتفضل القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية والرئيسية للديبلوماسية المصرية وأيضا للشعب المصري القصة بس مش في المجتمع مش في أوساط الشباب أو حتى في أوساط الكبار ممكن لمسنا ده بشكل واضح عن القضية الفلسطينية وعن الداخل الفلسطيني وعن أيضا الداخل الإسرائيلي حدثنا الدكتور محمد أبو سمرى القيادة والمفكر الفلسطيني وأيضا رئيس تيار الاستقلال بنشكورك يا فندم شكرا جزيلا نورتنا نهرنا الصباح شكرا جزيلا